حزاب البعاردة ماذا ننتظر منها الآن في الأسبوع أو في الأشهر القادمة؟ والله هو السؤال الأولي أن تلحوه لأنه قبل كل شيء أنا شخصيا نعتبر الثورة هي 4 جنفي نعتبرش كما نقول عيزي موليه 7 ديسمبر وهذا على أقل 7 ديسمبر 4 جنفي وبالتالي في الزهنية العامة بتاع التوينترا 4 جنفي عنده نوع من القدس لسكرتين في تاريخ الشعوب دي ما سمى قدس كما كنت تقول عشرين مارس ولا تسعة أفريل ولا غير وبالتالي الشعب التونسي بالنسبة لي هي مثل حاجة 4 جنفي ومثل حدث تاريخي مهم حاسم في تاريخ الشعوب وما الحبش توا نحكي هنا يا تولو شرحوا ولو الثورة فرنسوية دخلوا على باستي خلوا استمنياش منهم زوز عندهم دعال تطفيل وزوزوا مهبلة وزوزوا ما لها مدلسي واحد آم وما تراجعوهم لحب سهم لجوم أما دي ما سمى هذا السؤال الكبير للحملات الحق لماذا أدار الشعب التونسي ظاهرة للاحتفال برمات الجنفي تحب ولا نكرا بالنسبة لي أي إنسان يخرج يعمل مسيلا متاع ويحب يقول للرئيس أرحل يقوله أنت انقلابي هو حر لكن كذلك سؤالين سؤالوا لجل على الثاني أولا الشعب التونسي وكاينها ميش معالك تو كاين الشعب التونسي ما هبكش قاطعة هذه رغم الحشة ديلي وقاع والتحديد والتخوير وغيره أولا ثانيا الحجب الحقيقي للأحزاب يلزم نطلقه التساءل كبير أنا شخصيا معه وجود أحزاب وليمكن أن تكون هناك حياة سياسية بدون أحزاب والأحزاب عندها رموز وعندها شعارات وعندها قيادات وعندها شخصيات اللي تكون هي في الصدرة اللي يعمل التحريض اللي يعمل الدعاية اللي يتكلم اللي يشحظ الجماهيل اللي عنده الكاليزمة اللي عنده التنظيم لماذا هذه الأحزاب؟ وينه الشباب؟ صورة الشبيبة وليه؟ وينه الشباب؟ مثلا مش الشباب بلينها حتى في المظاهرات هذه يعني مظاهرات تتلم بعض المئات توسر الأقل تقريباً ألفين بين مظاهرات هذوما والأخرين بتطرح تساؤلات كبيرة بما فيهم الحزب الدستوري الحلو اللي هو حزب يقولوا عنده قواعد كبيرة عنده قواعدين وبالتاني الحياة السياسية مريضة بينسوين بش يخجون ما يتقايس عايلي يقولوا أنا قليل وهذوما في منطق بعض الناس بو سيخدن ديفيدو حكيت فرغو بش يخجون خليني يقولوا لا أحنا عشرات الألاف وحتى إن كان قليلاً جمعونا رو خمعونا وغيرو أنا نقول إذا نتحوا التساؤلات بالله هيك يخج واحد كعبد الكريم الهاروني في بالو بش ينفع النهضة يخج إن رديد بحيلة يحكي بك التاريخة في بالو بش ينفع النهضة أي حزبه أنا شخصياً أوبني يلدم يكون تم حزب في مثل تلك الملغعي هو عبد الكريم هاروني مقارنة وخمس عشرية جويلة كالدرجة عشوصار رو الكلمة اللي قالها معناها فمن إيش خرجت على اللي قال له عبد الكريم هاروني يا رو هاي تعطيونا الفلوس ورانا باش نعطيوكم فلوسكم ويهدف في الحكومة وانو بستسترجع الأموال وبيش نعطيها البعض طوى أنا أنا ولزهر الحاتم وإحنا لأربع مثال لنتميوا إلى التيارات يساري يسارش تكون صنعوا في التاريخ صنعوا الشبيبة شبيبة صنعوا شعارات كما شغل حرية كلامة وطنية أنا تستطيع قدامي في كلية الحقوق اشتاح العالم أجمع يقولي واحد وطده بهم عليهم يقوله بعنده بشي عالم اشتاح العالم أجمع على أقل بارك زر زامعة شعبية تعليم ديمقراطية زامعة شعبية تعليم ديمقراطية المشكلية هي الآن هو وقت حتى الأحزاب لو باش تفروحها تغذروحها في الملئات أنا من حبس في شنتيق في منطقة هاكما أربعة دونكولي كالتوندو جونات فين وجوز الملائشين لكن اطرح تساؤلات هل الطرق متاعت ولا الأشخاص ولا الشخصيات اللي كانت تخذ فيها ولا الخطاب ما هو شي ولا عنده نتائج عكسية مشو ترس جيني انت تقول نخلو إلى العبيل موسي نحب تسكرارها ولتنس تتنذر بالحكاية كل كده مش معقول وانا كنتي بش تتقدم وحات تروحكم بديل على رئيس جمهورية ومبعد تألف في غناية ويغنين فيها وفرحانين والأخرى يعنيها يضحك وزرط على قلبين إلا ومش حكا ومبعد تقول لي برجعيت بورقيبة إلا بورقيبة وانا الماطري وانا غيره ثم شخصيات أخرى لونك إلا نراوى أنه تونس باريزة سياسيا أربعة دارية بالنسبالية مهم جدا في الولدان العام لكن كذلك هناك ساشل غريب هل نجحت المعارضة في تحركاتها الاحتجاجية نهارة 14 جنفي 527 صوتوا على شين يوتيوب ديوانا فيم ثمينة وثلاثين بالمئة قالوا أي أربعة وخمسين بالمئة قالوا لي واربعتاشون بالمئة غير مهتمي هل نجحت سيلا زهر أنا مشيت